ما ان اشتاح الحوثيون الحديدة في سبتمبر العام قبل الماضي حتى اصيبت الحياة بشلل في اغلب القطاعات محطات الاقود واحدة من هذه القطاعات غدت متوقفة بلا حراك على هذه الهيئة تطوقها الاسلاك الشائكة والاتربة ومع هذا التردي في توفير الوقود والخدمات فقد المواطنون قدرتهم على الحصول على المشتقات النفطية بل وصل الامر الى استخدامها بهذه الطريقة بالمقابل نشطت محطات في سوق سوداء موازية على ارتباط وثيق بسلطة الميليشيا وراحت تنصب خزاناتها في تجمعات سكنية وسط غياب تام لاحتياطات الامان والسلامة الحريق الذي اندلع باحد خزانات الوقود في واحدة من هذه المحطات في حي سكني بشارع الثلاثين يرى السيطرة عليه قبل ان يخلف اضرارا في الارواح او الممتلكات ومع اتساع السوق السوداء وجد الناس انفسهم امام خيارات بديلة لاستمرار الحياة مع صعوبتها الا انه على ما يبدو لم تلبي الطلب او توفي احتياجات الناس لكنها تبدو كذلك في ظل محاولة الاستمرار في الحياة في ظل سلطة الميليشيا